اشتركوا في القناة مستشار رمضان كنت عايز اجرب لكم العجينة الجديدة دي في اول شهر رمضان العجينة دي هتبقى عجينة مهمة جدا معكم انا مش اقول على تركيبتها دلوقتي الا بعد التجربة انا بجربها العجينة دي احنا جربناها من فترة كبيرة جدا من حوالي خمس سنين ست سنين تقريبا العجينة دي كانت شغلة عشرة على عشرة انا اول اول مسم بعد خمس سنين اجربها المسم دوت العجينة دي بتشتغل على الاماكن الدايقة والاماكن الواسعة بس حاليا عندنا في القيارة والجيزة الاماكن الدايقة هي اللي شغالة حاليا الاماكن الواسعة زي تقريبت المرطية واسمالية والحيطة دي لسه ما اشتغلتش احنا هنجرب العجينة دي مع بعض لان احنا عاملين عليها تعديل جديد مش هنزل التركيبة بتاعتها اللي ما شوفها هي بتحل بعد قد ايه وبتقد قد ايه في المياه وثبت على السن قد ايه عشان لما تطلع تبقى ملم بكل شيء انا دلوقتي معايا اللي عدة اللي انا بستخدمها على طول خط مقاسة الشعر مقاسة 30 السن اللي انا بستخدمه في العجين سن رقم 7 استخدم انت سن رقم 8 رقم 9 انا بحب استخدم السن دوت في العجين او انا واخد عليها هي مش قاعدة يعني بس انا واخد عليها في شغل العجين وبحب طب مع السمكة في العجين بالمنظر ده هادي اول سن التطعيمة طبعا بتاعته معروفة جدا معظمكم عارفينها اهو قرب كده معازل التطعيمة سهلة جدا اهي بفضل اعمل كده بخليها السن هي العجينة سبتة حلوة على السن بس انا برضو بجربها وبشوفها بتقعد قد ايه بتحل بعد قد ايه اه بتفضل معاك وقت قد ايه بتاكل في الوقت ده ولا ما بتاكلش بتاكل في انا وقت كل ده هعرفه لك ان شاء الله واحدة واحدة عشان لما تطلع تبقى عارف انت طالع بتعمل ايه ادي كده انا طعامتها وهرمي اول رمية بسم الله ولو جات حاجة ان شاء الله هورها لكم خليكم معنا اول حتة معنا بالعجينة العجينة دي انا هختبارها الاول وهطلع عليها فيديو مرة تانية وبعد كده هنزلكم التركيبة بتاعتها زي ما اتعود ده او خليكم معنا شايفين يا شباب الاستاكوزة دخل على العجين يعني بص مش عارف هو المصرف ده مليان يعني المصرف ده مليان استاكوزة قول لك بقى ايه بص الاستاكوزة دي بيأكله بالدل بتاحة مش عارف ايه ها نخليه ادي البتاح هنجربه هحاول اجربه كده جنبي وانا اقعد وهشوف هيجيب ادي اللي بتكلموا عليها دي دخل على العجينة خليكم معنا ده هتة صغيرة الهتة ها اللي استاكوزة بقى يا جماعة دي بالعجينة ايه اللي استاكوزة هو ده 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 كل اللي هيجي معاك دلوقتي بالطريقة دي الفراولة اللي هو الدقر لما تكون اللي استاكوزة تلمت عليك في المكان شايفين العلفة دي دي علفة واحد وعشرين في المية علفة ارانب على عرفة فراغ بيضة هي على سودا انت بتجي في المكان اللي هو في استاكوزة بتلمي العلفة دي بعيدة عنك بتلمي الاستاكوزة لو انت عارف ان المكان في استاكوزة لان المكان ده مليان استاكوزة وبتبدأ بقى تشتغل في مكان تاني بعيدة عنه كده بخمسة متر ولا حاجة انا هرمي رامية كمان انا كده بقى لي حوالي بتاع نص ساعة او ساعة هرمي رامية كمان وهتكل على الله انا جاي عشان اجرب العجينة بس خليكم عمل حجري ادي حتة كم حجري اه من العجينة وسلي نفسك يعني انا تشتغل وسلي نفسك خليكم عنا احنا كده خلصنا الفيديو يا شباب انا كنت جاي اجربها احنا عدنا ساعة هو المكان هنا السمك اللي فيه مش محمل وام مليان استاكوزة بس انا كنت طالع عشان مش عارف ما عرفتش اطلق طول شهر رمضان عشان اا اوريكم العجينة دي بس انا مش هنزل الشغلة بتاعها دلوقتي ده الحتة اللي احنا جبناها الاولينية ده اللي هو الفراولة الدكر ماشي الدكر ده مش مهم تاخده دلوقتي هو طعمه ما ببقاش حلو واسيبه عشان التكاصر فاحنا هنرميه لان هو كده مالوش معناه اي لازمة احنا كده خلصنا الفيديو وان شاء الله الناس اللي اول مرة تشوفنا انا ما منزلش حاجة اللي ما بجربها اكتر من مرة فان شاء الله المرة الجاية بازن الله هنزل التركيبة بتاعت العجينة في الفيديو اللي جاي بس عشان نبقى عارفين العجينة دي شغال ازاي عشان عدلنا عليها شوات حاجات احنا كده خلصنا الفيديو وما تنسناش بلايك واللي ما اشتركش معنا يشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته